أهم القضايا التي نعطشها العلماء في الجزائر خلال العهد العثماني السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات من قضايا العصر في عصد مرد فيه الحارة الفطرية ماذا ننتظر أن تكون القضايا التي تشغل بال العلماء وتثير نطاشهم وخصوماتهم والواقع أن معظم العلماء تم عرفنا كانوا في شغل شاغل عن القضايا الفطرية فهم كانوا في منافسة تابير على الوظائف مع ما يتطلب ذلك من الارتفاب القليل من العلم والجهد في تحصيله فالوسائل المادية ونحوها هي التي كانت تؤهلهم لتلت الوظائف وليس التفاعل العلمي والتفاوط الفطري وسنرى أن من وسائل الحرب التي كانت تدور بينهم اتهم بعضهم البعض بالزندقة والخروج عن الجماعة والاعتزال وقد كان الالتزام بمطاله السلف والاحتفاظ به على علاته أفضل عند هؤلاء من دعوة الاجتهاد وحرية الفطر ونقض الماضي غير أن بعض العلماء تانوا يطمون برسالة همة في المجتمع ونعني بذاية إصلاح ذات البين ولا سيما في الارياف وتوية العمى بطواعد الشر وأحتامه الصحيحة والعمى تانت مطلدة ولا تثير في الحتام بقدر ما تانت تثير في العلماء والمرابطين ولذاية تانى دور هؤلاء عظيما بين العمى ولما تانت السلطة السياسية في بعض المناطر شبه معدومة فتتثرت النزاعات والمشاغابات واللوجوه إلى القوة وتحتيم الهوى والعادات القابلية أرثر من تحتيم الدين والقواعد الإنسانية والتضامن الاجتماعي لذاية تانى العلماء في الارياف يطمون بإعادة الحق إلى نصابه ويفتون الناس فيما جهلوا فتوريث المرأة تانى في بعض الجهات غير معمول به فتدخل العلماء وأنصفوها بإسم الدين وتانى ترسيم الأراضي لا يخضع إلا لتقاليد القبيلة فأصبح بتدخل العلماء يخضع لقواعد الشرى والحروب التي تانت لا تنطفئ لها نار بين أهل القرى والأعراش هدأت بفضل تدخلهم أيضا فعبارة إصلاح ذات البين التي طالما تررها الورتيلاني تانى التعني تلك الأمور التي ذكرناها جميعا وقد تانى هو وأمثاله يقومون بها خير قيام وتم تانى العلماء يفتون ويقضون ويحلون مشاتل العامة تانوا أيضا يتدخلون لإطفالنا الفتنة السياسية الداخلية والخارجية وقد مرت بنا نماذج على ذايتها مثل تدخلهم بين شعبان خوجة باشا والانتشارية ومثل تدخل شيخ الإسلام في عدة حوادث برسانطينة وتانى العلماء أيضا يشارتون في وفود المفاوضات بين الجزائر وجاراتها مثل ما حدث سنة 1037 هجري بالنسبة لتونس وسنة 1064 هجري بالنسبة للمغرب وقد عشان أيضا إلى بحثة محمد القوجيل إلى إسطنبول سنة 1065 هجري وبحثة ابن العنابي للمغرب وإسطنبول أوائل الثالث عشر هجري فالعلماء كانوا يقومون بإصلاح ذات البين سوى بين العامة والولات والسلاطين ولتثرت النزاء بين المسلمين والنصارى وخصوصا الإسبان ولما تانت اليهود لدى الباشاوات والبايات تانى العلماء يتجادلون في شأنهم وموقف الدين منهم فالحرب البحرية والجهاد في سبيل الله خوفا من غارات الإسبان على السواحل وضد وجودهم في وهران تتعرضن لها سابقا تذايت تانى العلماء يعملون على نشر الإسلام بين المسيحيين الذين وطعوا في أسر البحر الجزائريين وقد نجحوا في بعض الأحيان ذالت أن الأسر تانوا يوزعون على العائلات الإسلامية انتظارا لفديتهم ومن هؤلاء الأسر من تانوا يدخلون في دين الله إما تعجيلا لتحريرهم وإما ارتناعا بمبادئ الإسلام وحسن معاملة المسلمين لهم وإما طموحا لتولي السلطة ونيل المناصب والأجرى وتدرى بعض هؤلاء الأسر نماذج من حياته مهنات ومن محاولة بعض العلماء لإدخالهم في دين الإسلام والمعروف أيضا أن تثير من بحارة الجزائر بل ومن البشوات تانوا من الأعلاج المرتدين عن المسيحية فتانى دور العلماء إذن فعالا في هذه النواحي تما نجد في المصادر أن بعض اليهود تختاروا الإسلام وأطلقوا على أنفسهم أسماء إسلامية ومع ذلك فإن العلماء تانوا شديدين حساسية من النصارى واليهود فالأولون لمنافستهم الدينية والحضارية أما اليهود فلمنافستهم المادية وحتى السياسية فكل ماذا ترى إسناصر أو يهود يضاف إليه العالم المسلم عبارة لعنة الله أو أخزاه الله ونحو ذلك من عبارات الامتعاض والتراهية وقد وجدت في إحدى الوثاق أن أحد اليهود تشترى عطارا من أحد المسلمين فسجل القاضي ذايته في محضر المحتمة وأضاف أمام اسم اليهود عبارة لعنة الله وحين أورد ابن سحنون خبر ثورة الفرنسيين وتتلهم للعائلة المالية هناك دعا عليهم بالخز وطلب من الله أن يجعل تيدهم في نحرهم ولم يتفطن وهو المؤرخ الأديب أن تلك الثورة كانت لها بعض خطيرة لم ينجو منها العالم الإسلامي ولا الجزائر والذي يدرس ويقدر ما فعله اليهود في الارتصاد الجزائري خلال هذا العهد وتحكمهم في مقاليد السياسة عن طريق الارتصاد لا تصدمه مواقف العلماء منهم لأن هؤلاء كانوا يمثلون الطبط الواعي في المجتمع وقد كان اليهود في الآخرهما السبب القوي في النزاع الذي حصل بين الجزائر وفرنسا والذي أدى إلى الاحتلال وقد كان صخط العلماء السياسي ينعتس أحيانا عن اليهود فقد ثبت أن أحد يهود رسنتين ويدعى المختار كان قد أسلم ثم تجاصر على النبي صلى الله عليه وسلم أمام المسلمين وتانى المختار محميا من الباي ومن حراسه وحاميته لأنه أصبح في جند الباي ولما وحيلت القضية للعلماء انتسموا حولها فبعضهم أفتى بقتل المختار وبعضهم أفتى بعدم قتله وتانى من أصحاب الرأي الثاني فريق الباي والعلماء المؤيدين له وتذايت الجنود الذين تانوا يهددون بالثورة إذا رتل صاحبهم ومن جهة أخرى تانت العمى تطالب بقتله ونعطد المجلس المفتون والقضاء وغيرهم من العلماء في الجامعة التابير وتانى الجنود وأنصارهم يؤيدون الشيخ يحيى بن محجوب الذي تانى يطول بعدم قتله بينما تانى العمى تناصر الشيخ عبدالكريم الفتون الجد الذي تانى يطول بقتله ورغم تدخلات أنصار الباي والتهديد فإن حكم المجلس تصدر بقتله ويبدو أن تنفيذ الحتم فيه تانى خوفا من ثورة العمى أرثر مما تانى خضوعا لإصرار الشيخ الفتون وطرار المجلس وفي هذا الصدد نذكر أن أحد العلماء الجزاريين بالمغرب تد أسهم في طضية أخرى تتعلق باليهود أيضا وتانى تد أثار الضجة بين العلماء هنا فقد استظهر اليهود المغربة برسم تاريخي يعطيهم حطورا تانت لهم في دعواهم زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم ولكن جواب الشيخ محمد بن عبدالقادر الفاسي نافع عنهم تلت الحطور بينما وفت عليها البعض أما محمد بن أحمد السنطيني فتتصحح وعضد جواب الفاسي بإبطال دعوة اليهود وفي النصف الثاني من القرن الثاني عشر هجري أفتش شيخ محمد الحنف الجزائي بجواز حرق اليهود والنصارى إذا أساءوا إلى الإسلام وقد أخبر ابن حمدوش أن أحد اليهود تتسبب في فرار باي الغرب وهو ابن المسارتي إلى الإسبان بوهران بسبب دراهم طالبه بها الباي فأرسل إليه اليهود من مدينة الجزائر أنفر بنفسه لأن الباشا غاضب عليك وتعنى ابن المسارتي هو خليفة الباي مصطفى بوشلغم وتعنى يتمتع بسمعة بيرا في ورطه وهو من التلاغلة والغالب بنياتون محمد الحنف هو صاحب ابن حمدوش الذي طال عنه في رحلة إنه جاء إلى العاصمة من السنطينة ودرس عليه بعض العلوم وتعنى نزال العلماء حول تضيئ من التضايا وتدخل السلطة في الموضوع تثيرا ما يؤدي إلى انقسامهم إلى موالين ومعارضين ولاتن الموالات والمعارضة لا تكون صريحة بل مختفية وراء الموقف الذي يسانده العلماء باسم الدين وتانى البشاوات والبايات يلجأون لتحتهم المعارضة إلى عرض مجلس الشورى وإجراء المناظرة بين الفريقين المتنازعين ثم يختارونهم بعد ذلك الرأي الذي يناسبهم إذا تانى حتم المجلس غير إجمعي ولذلك تتعددت المناظرات بين العلماء ولاتن أغلبها تانى في مسائل تافهة فلا مناظرة حول تضايا الحكم مثلا ولا حول حكم الشرع في الحرب والسلم ولا حول دور الدين في تسير الدولة ومشاركة الشعب وصرف الميزانية ونحو ذلك بل كل المناظرات تقريبا تانت حول الأحوال الشخصية أو حول زندقة فلان واستقامته ونحو ذلك فتا أن المناظرة في حذاتها ملهات يلهو بها العلماء ويحضرها الكاهي أو عون الباشا وأحيانا الباشا نفسه ويطول بنا الحديث لو تعرضنا لذكر المناظرات والموضوعات التي طرحت فيها ونحسب أنه تجفي الإشارة إلى المناظرة التي دارت بين المفتيان محمد النيار الحنفي وأحمد قدور المالتي فتتقيل إنهما اختلف اختلافا شديدا وصل إلى تبادل الاتهامات والسبب هو هل اختلف الزوجان وأمرا بالإيطامة عند أهل الفضل هل يجبران على هذه الإيطامة وعلى تغيير المسكن وبعد أن انعطد المجلس في الجامعة التبير كما جارت العادة دعاهم الباشا عنده في تصره بحضو العلماء وأخيرا قرر الأخذ برأي المفتي الحنفي النيار وعزل المفتي المالي تقدورا ولعل المناظرة التي جارت بين المفتي الحنفي عبدالقاد الراشد بالسنتين وخصومه والمناظرة الأخرى التي جارت بين محمد الزجاي وخصومه في معسكر تبرهن أيضا عما نقول فقد اتهم الراشد بأنه يقول بالتجسيم فإن عقد المجلس وحكم بطفره وتادوا يقتلونه أما الزجاي فقد اتهم بإدعاء الاجتهاد وإثار طريق الأثر ووشبه خصومه إلى الباي فعقد مجلسا حضره الزجاي وخصومه وتناقش بحضور الباي والعلماء وبرهنة الفريق على رأيه فهل ينطل من التتاب والسنة وهم ينطلون عن الشيخ خليل وأمثاله وتحولت المناظر إلى مهاترة وأخيرا طرر الباي صواب الزجاي وتفاهه واعتذر له ومن هذه المناظرات تلتا التي كانت أيضا بين المفتي الحنفي محمد بن العنابي وزميله الملتي والتي أدت إلى عزلهما معا غير أن مجال التحرك العقل لدى العلماء كان محدودا لظروف العصر منه بوض في مستوى التعليم وجهل الحكام وإنغلاق باب الاجتهاد والاعتماد على النطل وحده ومع ذلك فإننا نجد من ورط لآخر بعض الشذوث في القاعدة ومحاولات لتصر هذا الحصال الحديدي فهذا يحيى الشاوي تانا تمقيل عنه تأثير الانتقاد لأهل عصره وغيرهم وإذا اعترض عليه في ذايت تانا يقول إنه بانتقاده مثاب لأن عليه أن يبين الحق وهذا الشيخ علي المرواني وهو من تلاميذ عمر الوزان تانا يفتي بالشاذ في تسنتينة وتانا لا يبالي بطوضات عصره في طرح أحتامهم ونقضها ولو بالشاذ وتانا يقول معتذرا إذا لم يعمل بالشاذ الآن فمتى إذن لا حاجة إليه يوم القيامة وهذا الشيخ محمد البوزيدي وهو من تلاميذ محمد التواتي يأتي بمذهب غريب حين انتصب للتدريس بجامع القصبة في تسنتينة وادعى دعوة كبيرة في علم التوحيد فقال إن المطلد غير مؤمن وأن العم مختلف في إيمانها ويقول إن قدرة الله لا تتعلق بتحيز الجوهر وهذا مذهب صار في جل أهل المغرب سريان النار في الهاشيم وقد سابق أن عرفنا أن علماء المغرب إدعو حين سمعوا بتصرفات أحمد الفاسي في تسنتينة أنه خارجي ورغم ظروف العصر إذن كان بعض العلماء يتململون ويحاولون أن يجدوا لهم مخرجا مما هم فيه منذير وتذير للعطل فقد كان ابن حمدوش مثلا يقرأ من يسميه بتتب النصار ويعجب بما فيها ولكنه حذر مع ذلك مما يتعلق فيها بالدين والعقائد وقال عن تيتاب طراه منها بعد أن سجل إعجابه به إنه تيتاب محشور طفرا تزل فيه الأقدام ومن إجازة أحمد البوني لابنه والشاوي هو أستاذ البوني ومخطوط الإجازة في مرتبة زاوية الشيخ علي بن عمر بطولد وتان الشاوي يقول ببطال علم للمتأخرين وأن بعض العوم تدعو سير فهمها على المتقدمين وقد أخذ عليه تلميذه هذه الفترة أيضا كما سنرى وفي هذا النطط وجدت ما يشبه الثورة من بعض العلماء للجمود العطل في عصرهم وهو العصر الذي شعى فيه التصوف العلمي من حظرة ورقص وجذب وذباح وشعوذة بل غرابا يثور عالم تعبد الكريم الفتون فيقول متأسفا عن ما كان يشاهد في مدينة السنطينة عطو السخيفة تتوسم في مثل هؤلاء الولاية وتنسبهم إلى أهل العناية فقد أولد تلام ابن العربي من أن العلم ليس بتثرة الرواية وإنما هو ما يحضره عند الحاجة إليه في الفتوى من الدراية وأن السرد للمعلومات إنما حدث عند فساد القلوب بطلب الظهور والتعالي على الأطران وتثرة الرياء في الأعمال وعلق الفتون على تلام ابن العربي بأنه يعبر عن صفة الحال في السنطينة وفي غيرها فلا ترى إلا من يطول طال فلان وطال فلان أو يطول نص التالي بدون تغيير فإن صادف الحتم الحتم ناجا وإلا أصبحت الصيد في الشبكة ونع على علماء ورطي أنهم كانوا يفعلون ذات حبا للمتح وصرف طلوب الخاصة والعامة إليه ولو سئل أحد هؤلاء العلماء أن وجه الجمع بين المتشابهين أو الفرق بين المسألتين يطول النص هكذا ويستظهر بحفظ النصوص وهل هذا إلا جمود في غاية الجمود والواقع أن ثورة الفتون على واقع الحال عندئذ من تطرار النطول على الأقدامين والاعتماد على النصوص وحدها بدون استخدام للعطل والرأي الشخصي كانت ثورة صعبة ولكنها لم تجد الآذان الصاغية وللظروف المواتية فظلت ثورة مرضومة تغلي في عرور صاحبها فإذا عرفنا أن مثل هذا التفطير الحر أو الدعوة إلى التفطير الحر تظهرت في أوائل القرن الحادي عشر هجري أدركنا أن الفتون كان لذايت لا يقل تحررا عن علماء أوروبا المعاصرين له ولا تنشتان بين البيئاتين ولم يكن الفتون وحده في الدعوة للإجتهاد واستعمال الدراية وفي السخرية من المشعوذين وأدعياء الولاية فبعد طان من دعوته وجدنا ابن حمدوش يشتغل بالعلوم كالطيب والفلت والحساب والهندسة وغيرها ويجانب خط علماء عصره ويطرأ تتوبا عربية وأجنبية حديثة وطديمة لا يطرأها ولا يهتم بها معظم فتها عصره ومع ذلك فإن تابوس العصر كان فوق رؤوس الجامعة فابن حمدوش أمثالهم عندئذ أن إلطان الثاني عشر هجري الموافق للطان الثامن عشر ميلادي لم يطلعوا على ما تتبه الأوروبيون المعاصرون لهم ولم يذهبوا إليهم للأخذ منهم كما أخذوهم من عرب إسبانيا والمشرب ولو فعله هو أمثاله ذلك لتغيرت الأمور في الجزاء لصالح الثطافة الخلاطة المتقدمة ونفس الموقف قد وطفه أحمد بن عمر أيضا ورغم تقييده بأحتام وطواعد الشريع وروح العصر فإنه نادى بحرية الرأي واستعمال القوة العطلية في الإنسان وعدم التحرج من مخالفة الأوائل وعدم التمسك بالتقليد لذاته ولو كان الحق مع التجديد فالحق أحقا يتبع وقد قال ابن عمر في العلماء الذين كانوا يتبعون السلف لمجرد الاتباع أنهم جامدون منتبون عن الحق فهل هذا إلا جمود على محظة الاتباع ولو مع ضاف الدليل فهو أسفاه على ضاف العارضة وتراهل الدراية وفي إحدى فتاوي أحمد البوني التي سنعرض إليها في الجزء الثاني رفض طول القائل ما ترك الأول للآخر شيئا وانتصر لمن يقول إن العلم منحة إلهية وهي غير مقصورة على الأولين وهذا رأي تقدم إذا صح التعبير وهو يتماشى مع مبدأ حرية الاجتهاد رغم أننا عرفنا أن البوني كان يجمع بين العلم والتصوف وقبل الاحتلال ببضع السنوات ألف المفتي محمد بن محمود بن العنابي تتابا بعنوان السعي المحمود في نظام الجنود طرح فيه طضية التجديد والأخذ من الأوروبيين وكان في ذايته متأثرا بدون شك بأحداث الثورة الفرنسية وبتطور مصف عهد محمد علي وبإجراءات السلطان محمد الثاني ضد الانتشارية وإدخال الإصلاحات على الجيش وغيره وقد نادى ابن العنابي في جرأة تبيرة بضرورة تقليد الأوروبيين ويسميهم الكفار في مبتطراتهم وصناعهم ولغاتهم وتقنياتهم وأسلحتهم كما نادى بالتفوق عليهم في العلوم التي تفوقوا فيها لأن ذايتا من صميم الدين الصحيح أما الانغلاق والافتخار بما فعل السلف وتجنب ما ابتدعه الأوروبيون بدعوى أنه عمل النصارى فهو ليس من الدين في شيء وليس أيضا من الرجول كمطال وإنه لا تحصل به سعادة الدنيا ولا سعادة الآخرة ولو أن الجزائر أخذت برأي العنابي وصار حسين باشا فيها سيرة محمد علي في مصر والسيرة محمود الثاني في الدولة العثمانية لما جرى ما جرى سنة 1246 هجري الموافر لسنة 1830 ميلادي ولما وطعت الجزائر فريسا للاحتلال فرنسي طانا وربعا وهكذا فإن أمثال هؤلاء العلماء كانوا يدرون ناروس الخطر ويشيرون إلى الطريق الحق وأهم رياضة فكرية كان العلماء يرضون فيها ورثهم هي حل مسائل المراث والمجادلة في جزيات التوحيد والفقه والإعراب ولعل أبرز ما كان يجمعهم على الرياضة الفكرية والتسلية هو حلل الغاز فقد شاعت بينهم وتانوا يتبادلونها ويترسلون بها ويتحدون بعضهم البعض بها ويرضون في حلها الساعات الطوال ومما عطلنا عليه من ذاية لغز هاج الصنبر الذي دار بين السعيدة الدورة وأحمد المطري وتذاية لغز السبع الذي وضع فيه أحمد البوني تأليفا خاصا وتدقال ابن حمدوش الذي أولده فتدولناه بيننا يعني علماء مدينة الجزائر حتى بلغت العالم وأدي في البلد فلم يفتض بطرة ولم نجد علما عند أحد به واشتغط في محاولة حل هذا اللغز علماء الورد أمثل براكات بن باديس ويحيا الشاوي وبعض علماء تونس والمغرب أيضا ومع ذاية لم يهتد أحد منهم لحله الحقيقي ذكره ابن حمدوش في رحلته وفيها تفاصيل ذلك أما لغزها جسمبر فقد أولده الفتون في منشور الهدايا ومحمد تدور في جاليس الزائر وأنس السائر وفي رحلة ابن حمدوش أيضا الغاز كان شيخهم محمد بن ميمون يجالسوا بها وقد كان براكات بن باديس من الملاعين بالتلغيس حتى أنهما لا أتقياد المسمى نزع الجلباب بمجموعة من الغاز كما سنذكره في الجزء الثاني ومن الطضايا التي شغلت حيزا تبيرا من مناقشات وأقلام العلماء طضية الطهوة والدخان ولم تكن هذه الطضية خاصة بعلماء الجزائر وإنما ساهم فيها أولا تغيرهم من علماء المسلمين فألفوا فيها وتناقشوا حولها وانتصر بعضهم لحليتها وبعضهم لتحريمها وتعنى معظمهم ميلا إلى حلية الطهوة وتحريم الدخان وعلّلوا حلية الطهوة تعليلا صوفيا فقالوا إنها تنبه وتنشط الجوارح لعبادة الله وتساعد على الصهر للقراءة والصلوات ونحوها من أنواع العبادة ثم إنها في نظرهم لا تسطر ولا يغيب مع أهل عطل وحذروا مع ذيك من شربها في جماعة التقطت على اللهو والصهر في الملذات والزهو فشربوها عندئذ يصبحوا حراما أما الدخان فقط كانوا معه غير متسامحين مهما تانت الظروف ومع هذا المنع التاطي فالمعروف أن الناس كانوا يشربون الطهوة بحضور النساء والمرض كما يقول الورتيلان ويلعبون الشطرانج ويتناولون الحشيشة ويستمعون للغناء والطرب وتان العثمانيون تجاوب بالنرجيلة وشاع استعمال السبس للدخان ونحوه وعرف عن علماء مصر أنهم تانوا متساهلين في شرب الدخان بينما تان علماء الجزاء المحافظين وقد تان أرباب السلطة مع العمى لا مع العلماء في هذه القضية جاء في تيتاب جوزيب بيتس حقير أن التوت في الجزاء تانوا يدخنون تثيرا وأنهم تانوا يعرفون أنه مخالف للشراء حتى أنهم يعتبرون التوقف أن التدخين طربة وتوبة إلى الله ومهما تان العنفة تتتبى في تحريم الدخان أحمد المطري وعبدالتريم الفتون وعبدالطايد الراشد وأحمد البوني وهم جميعا من طبال علماء أما المطري فلم يفرده بتأليف وإنما ذاتره ضمن جواب له عن اجتناب الدخان وتتسمى الفتون تأليفه في ذلك محدد السنان في نحور إخوان الدخان أما تتاب الراشد في نفس الموضوع فلم نطلع عليه ولم نعرف أن أحدا قد وصفه وقد ارتفى الحفناوي بقوله عنه إنه لسالة في تحريم الدخان وفي النظم الذي سمه مبينا المصارب تحدث البوني أيضا عن الدخان والطهوة فالسماع الموسيقى والدخان والطهوة كانت من الموضوعات التي تناولها العلماء بالرأي حلالا أو حراما وأخذت حيزا من ورطهم ومعارفهم ولكنهم لم يستطعوا أن يمنعوها نهائيا كما لم يستطعوا منع شرب الخمر المحرم بنص القرآن اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما باريت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما باريت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد